ليست للمرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة أن إيران تلتهم مبنى قنصلية إيرانية أخرى في العراق هذه المرة في مدينة النجف رسالة واضحة وصريحة تؤكد رفض النفوذ الإيراني في العراق وتحمل طهران ووكلاءها مسؤولية الخراب الذي حل بالبلد مئات المتظاهرين في مدينة النجف تمكنوا من كسر الأطواق الأمنية التي تفرضها القوات الحكومية بمحيط القنصلية الإيرانية الأكبر في العراق وسط مدينة النجف والوصول إلى مبنى القنصلية واقتحامها وإنزال العالم الإيراني ثم إضرام النار داخل المبنى فيما أشارت مصادر محلية إلى انسحاب القوات الحكومية من المكان بعد مواجهات مع المتظاهرين وسقوط قتيلين على الأقل مصدر طبي ذكر أن نحو 80 شخصا وصلوا إلى المستشفيات بعضهم بحالة حرجة مبينا أن هناك إصابات برصاص حي بين الجرحة وحالات اختناق وإصابات بقنابل الغاز مسؤول أمنيون في المحافظة أكد إخلاء طاقم القنصلية قبل اقتحام المتظاهرين وتأمين مكان بديل لهم فيما فرضت القوات الحكومية حظرا شاملا للتجول في المدينة بينما أعلن محافظ النجف تعطيل الدوام الرسمي وزارة الخارجية الإيرانية استنكرت الهجوم وطالبت الحكومة في بغداد بتعامل مسؤول وحازم مع المهاجمين كما خرج استنكار مماثل من وزارة الخارجية في بغداد بيد أن ردود الفعل الأكثر غضبا جاءت من قيادات الميليشيات لكن مع حرف البوصلة بالحديث عن ضرورة الحفاظ على أمن المرجعية في النجف نائب رئيس هيئة ميليشيا الحجد أبو مهد المهندس قال إن جميع ألوية ميليشيا الحجد أصبحت بأمر المرجعية الدينية بينما حذر زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي المتظاهرين مما سماها مغبة المساس بأمن المرجعية الدينية في محاولة واضحة لخلط الأوراق وإيجاد فرصة لضرب التظاهرات والتعامل معها بمزيد من العنف تحت شعارات دينية يعاد صياغتها اليوم لتتلاءم مع المرحلة الجديدة والشريحة المستهدفة التي ثارت ضد النفوذ الإيراني بكل أشكاله وصوره